فرحة بدت واضحة على محي جمال العمصي وكأنه لا يصدق أنه أصبح مواطنا بشكل رسمي بحصوله على رقم وطني وهوية يمكنانه من استصدار جواز سفر فلسطيني وهو الذي ظل حبيسا في قطاع غزة منذ قدومه إليها قبل ما يزيد عن 25 عاما شعور كان فعيد جميل يعني جميل جدا 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 والحمد لله رب العالمين لم الشمل بيفيدني أنا معايا هوية أنا فلسطيني أنا أهل جيت هذه هويتي واللي خلاني صبرت السنين اللي فاتت هذه كلها عليها فأنا سعيد جدا سعيد جدا بقدر أطلع بقدر أروح بقدر أاجي احتفل المئات ممن شملتهم قوائم لم الشمل الأخيرة بعد تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حيث تمت الموافقة مؤخرا على 661 طلبا للحصول على هويات وجوازات سفر فلسطينية في إطار قرارات لتسوية أوضاع عشرة آلاف شخص شملتهم موافقات لم الشمل الإسرائيلية تمت الموافقة على مئات طلبات الشمل لسكان فلسطينيين في قطع غزة هذا يعطي الناس حرية التنقل والصفر الحق في التعليم الحق في الصحة إذا أن كثيرين من هؤلاء الذين لا يمتلكون الهوية الفلسطينية من الصفر سواء للعلاج في الضفة الغربية والقدس في إسرائيل أو في الدول العربية في فترة من الفترات في 2007 أصدرت حكومة حماس ما يسمى بطاقة الهوية المؤقتة لكن هذه فقط للمعاملات الرسمية داخل حدود قطع غزة يبقى هنا من ينتظر موافقات جديدة ليحصل على حق المواطنة حيث دخل البعض إلى قطع غزة بتصاريح زيارة وخالفوها ومنهم من زار القطاع عبر الأنفاق وبشكل غير قانوني ومنهم من رفضتهم إسرائيل أمنيا جميعهم ينتظرون حلا سياسيا ليتم الاعتراف بهم كمواطنين فلسطينيين ومنهم هذه الشابة أنا أيساة سنوات لم أرى أهلي لهذه اللحظة وأنا أطالب سيد الرئيس أن يلمش مننا مع أهلنا لاستكمال علاجنا وأن يطالب يلمش من الله الهويات الفلسطينية الجديدة ستسهل حركة حامليها وسفرهم وتنقلهم عبر كل المعابر لقاء الرئيس محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس أظهر أهمية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي ليس حول عملية السلام فحسب وإنما حول ملفات معيشية واجتماعية وإنسانية أخرى كثير منها في انتظار الحل وسام يسين الحرة غزة